السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحلقة المهمة جدا ونعمل أي موديل نحن نعمل هذا المبنى للإنسان يعني نعمل مبنى للإنسان فالذلك مهمة جدا نحن نشوف لو نعمل مبنى باستردموا عدد كبير من الناس مثل محطات مثل ملعب كرة نحن نعمل له محاكاة ففي برامج تعمل الموضوع المحاكاة بشكل جيد جدا بحيث ان انت تبقى شايف الناس هتبقى جاهز زي بحيث ان انت لقيت فجأة في مكان يحصل فيه زحام والبرامج تجعلك تعمل إخلاق مثلا يعني ادي القطرة وجاي هنزل الناس كلها مرة واحدة هل المصاري اللي انت عامله متر دوت هيقضي ولا بش يقضي طب لو انت اضطرت ان تعمل إخلاق المكان كله في اللحظة مثلا هيقضت دقيقة من موضوع الإخلاق دوت المصاريات اللي انت عاملها دي كافية ولا بش كافية فبتعمل المحاكاة بحيث ان انت عامل مبنى ده لناس فلازم الناس تكون مستريحة وتكون مدعودش في تغبير كتيرة او متبقاش مثلا متضايقة فبتعمل المحاكاة والمحاكاة برضه هيقولك اذا كانت مثلا حاجة غير منطقية حاجة أسطرة جدا حاجة طولة جدا فتقدر تاخد بالك من المشاكل ديت عساسا بش بعد ما المبنى تفاجأ ان فيه حاجة والناس يعني متبقاش موصوطة من المكان فده هو محاكاة اللي الناس ماشية ازاي التجمعات لازم يكون فيه اماكن مثلا السوق فيها تستنى مثلا طب هل المكان ده كافي ولا بش كافي لعدد ديت هل فيه مشكلة مثلا في المطارين ان احنا نفصل بين مثلا المكان ده والمكان دوت والافضل ان احنا نسيبه مفتاحين وكل حاجة ده من خلال المحاكاة كأنك انت بنيت المبنى وفعلا الشغل وبعد ما الشغل بدأت تظهر مشاكل لأحنا بنخال مشاكل تظهر في المحاكاة بحيث ان احنا نحلها قبل ما المبنى يتبني بحيث ان تحنا نحل لا ا rad 100k السوق السوق كتابة لونا اعنبغ بتهيار